دوار تويج ببلدية واتسلم في ولاية غلزان يعاني سكانه من عزلة خانقة جراء حالة الطرقات والتي لا تزال ترابية تعيق تنقلات الأفراد ضف إليها مشاكل تنموية كثيرة بسبب تعطل عجلة التنمية بهذا الركن المنسي وضعية الطرقات تتير استياء الأهالي وتخرجهم عن صمتهم تصليح شبكة الطرقات لفك العزلة عنهم هو المطلب الرئيسي لهؤلاء المواطنين حاولنا الاتصال برئيس بلدية واتسلام للرد على انشغالات أهالي هذا الدوار إلا أننا لم نتمكن من ذلك لتبقى معاناتهم مستمرة وهم في عزلة خانقة على السلطات المحلية التدخل العاجل لفك العزلة عنهم